سؤال رقم خمسة طلب مني في هذا سؤال أرسم عداد تعديده خمسين في هذه الحالة لدي احتمال إما إنجاز عداد باستخدام قلبات جيكا أو إنجازها باستخدام دارة مندمجة 74 ألاس 90 وهي تسمى عداد عشر وفي هذه الحالة أعطى لنا دارتين مندمجتين من نوع 74 ألاس 90 دار الأولى وظيفتها الحساب العدد الأحد ودارة الثانية وظيفتها حساب العدد العشر وبما أن الدارة الأولى موصولة مباشرة بالمقاتية I فهي التي تعد الأحد وعن طريق مخرجها D تعطي نبضات للدارة الثانية التي تعد العشر نبدأ في الدارة الأولى الدارة الأولى مربوطة بسكائة فقط قبل ما نذهب إلى المقاتية ركزوا معي في 74 إلى 90 تحتوي على كتلتين الكتلة الأولى فيها قلاب واحد وهو QA وهو القلاب A والكتلة الثانية تحتوي على ثلاث قلبات مربوطين مع بعض القلب الأول B و C و D حيث ترديد هذه الكتلة خمسة وترديد هذه الكتلة اثنين عند إصال ميقاتية ب CK فقط فإن القلاب الأول موصول وباقي القلابات غير موصولة إذن عدد ترديده اثنين يحسب من صفة إلى غاية واحد عند توصيل ميقاتية في CK B فقط فيصبح القلابات موصولة B و C و D ويصبح عدد ترديده خمسة بدورة ناقصة أي يعود من صفة واحد اثنين ثلاثة أربعة في هذه الحالة يجب علينا جعل القلابات أربعة كتلة واحد وذلك بربط مخرج القلاب الأول K A بمدخل القلاب K B ويسمى هنا CK B وفي هذه الحالات تصبح أربعة قلابات مربوطة في بعض بما أن القلاب الأول ترديده ثنين وباقي القلابات ثلاثة مربوطة مع بعض ترديده خمسة إن تركيب الكلي يصبح ترديده ثنين في خمسة ويصبح عشر في هذه الحالة عدد أحد يعد من العشر من صفة إلى غير تسعة لاحظوا جيدا مخرج كتلة نربوط بسيكا A فقط إذن هنا العدد العشرات ترديده ثنين إذن العدد يعود إلى عشرين لماذا عشرين؟ العشرات ثنين والأحد عشر ثنين في عشر يساوي عشر وبالتالي في هذه الحالة نربوط K A بسيكا B يصبح عدد ترديده عشر وبالتالي عشر في عشر يساوي مئة إذن في هذه الحالة صممت عدد ترديده مئة ودائما أصمم عدد ترديده مئة ثم أستعمل مداخل الإرغام على الصفة هنا طلب مني عدد ترديده خمسين في هذه الحالة من يعيد العدد إلى خمسين هو بوابة أول ذو مدخلين مدخل أول عن طريق إنيسياليزاسيو ومدخل ثاني عن طريق نهاية ألعد عن طريق بوابة التي ترغم العدد على الصفة عند وصول رقم خمسين كيف أصمم عدد ترديده خمسين أولا لدي رقم خمسين يتكون من رقم أول صفة ورقم ثاني العشرات هو خمسة رقم صفة أحوله من نظام عشر إلى نظام ثنائي تلاحظون يساوي صفة 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 أما رقم خمسة عشرات بالنظام عشاري يساوي 0 101 في هذه الحالة البوابة تربط مع الوحدات منطقية فقط نلاحظ في الاحد لا توجد وحدة منطقية اما في العشرات يوجد QA وكذلك يوجد QC اذا مخرجين نربطهما في مداخل البوابة ومخرج البوابة نربطه في المدخل الثاني للبوابة وهنا انجزت عداد تردده 50 حذاري 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 لاحظتم ان الصفة لا يحتوي الارغام يوجد البعض من يمسح هذا الخطين وفي هذه الحالة العمل خاطئ لماذا عند تنشيط انيسياليزاسيو العداد يرجع العشرات فقط ووظيفة انيسياليزاسيو ارجع العداد الى صفة سواء الاحد او العشرات احتمال ثاني ممكن كما لاحظنا من قبل اعطى لك 74 ألاس 90 اعطى لك رمزها في بعض الاحيان يعطيك الدارة المنتمجة اي تحتوي على VCC و GND و NC وهي نوكونك المدخل الذي لا يربط في هذه الحالة اول شيء يجب علينا تغذية دارتين مدمجته 5 فوط و VCC و كذلك R9192 و وظيفته ارغام على 9 يجب اعطاءه صفر او اعطاء مدخل منهم قيمة صفر لكي يكون خامل بعدها نغضي الدارة المنتمجة الثانية كذلك R9192 بعدها نربط CK للدارة المنتمجة الاولى فيصبح عداد ترديده 2 وبالتالي يعود الاحد لانه مربوط مباشر بالميقاتية بعدها نربط CK بالدارة المنتمجة الاولى فيصبح عداد ترديده 10 يعود احد فقط العشرة غير موجودة لكي ندخل العشرة يجب دارة المنتمجة الاولى مخرج الاخر كي دي يربط في CK بالدارة المنتمجة الثانية في هذه الحالة يصبح عداد ترديده 22 لانه 10 2 والاحد 10 2 في 10 يساوي عشرين بعدها نربط CK بالدارة يصبح عداد 10 10 وبالتالي 10 في 10 يساوي 100 بعدها نرسم بوابة ارجاء الى صفر نربطها في المدخل مسح الجماعي للبوابة الاولى والبوابة الثانية في حالة تساوي واحد منطقي ترغم الدارة الاولى على الصفر وترغم الدارة الثانية على الصفر في آن واحد بعدها نكتب انيسياليزاسيو في المدخل الاول للبوابة واخيرا بنفس الطريقة نحول رقم صفر احد الى عشرات ونحول خمسة من نظام عشر الى عشرات والقيمة التي نجد فيها واحد منطقي نربطها مع البوابة تلاحظون هنا لدي قيمتين فقط في العشرات تركيزوا في العشرات كي ا وكي سي في هذه الحالة هاته البوابة العشرات نأخذ كي ا وكي سي نربطها في البوابة وما خرج البوابة يربط بالمدخل الثاني للبوابة اشتركوا في القناة